إنت ماجد بقى؟ إيه اللي عجبك في التركيبة؟ أولاً الأستاذ أحمد الجنيني أحمد الجنيني وأحمد الجنيني أصلاً عارف أن إنت لما بيجي لك حاجة بتقعب بتفكر مئة مرة ومش أي حاجة بتشتغل أنا بعتذر الأول آه يعني لازم أعتذر الأول حتى من غير ما تقرأ؟ آه لا يعني موسوس جداً فأي حاجة ما تعجبنيش أو أخاف منها آه أعتذر لدرجة أنه يعني بعض المخرجين يقولولي يعني لو ما اعتذرتش آه لا لأنه لازم يعني معظم الأفلام اللي عملتها اعتذرت عنها في الأول آه لإني موسوس قوي فدايماً لازم الفيلم ييجي تقريباً مقفول عادةً الفيلم بيجي 70% وهنشتغل عليه يعني صح فأحمد الجنيني بذكاؤه والأستاذ أحمد الجنيني أذكاه جداً في التعامل مع البشر آه وفاهمني أحمد الجنيني يحافظني آه هو محتوي جداً ويسيبك براحتك خالص وبالراحة آه آه لا مش اعتذرت لا أنا كان عجبني الفكرة جداً وعجبني التركيبة وعجبني الأربع رجالة وبقالنا زمن ما عملناش التركيبة دي آه كان لها بعض التحفزات بس شوية المبررات الوسوسة يعني آه حاجات خفيفة كلها تتعالج آه جرجروني بالراحة كده على المكتب آه على مكتب جيلو وقعدنا خدنا ودينا آه حبيت الموضوع لما هو كلمني بقى آه آه أوه أحبوني واحدة واحدة بالراحة كده دادوني أنا أحب يعني برج القوس دايماً أقول بعمل مش هادت معاملة أطفال يعني لازم تعاملوا بالراحة كده ويدددي فدادوني فعلاً حبيت الموضوع جدا لما طمنوني على كل التفاصيل اللي سألت فيها حبيته بقى ابتدى يستفزني كممثل بقيت أنام واصحة بفكر فيه الشخصية شكلها هي بعمل ازاي ليها عمق رهيب التوليفة كلها زي ما بيقول سيد فيها الدراما الدراما كوميديا وتراجيديا فيها التراجيديا وفيها الكوميديا وفيها الأمل وفيها الحب وفيها الكوميديا الموقف يعني الأستاذ جندي خصوصا يعني في الفيلم ده بالذات راع جدا فكرة كوميديا الموقف فبقنا حاسين بالأمان ده ده يعني احتوانة احتوانة بجد ودي كانت على فكرة بالمناسبة دي كانت يعني أحد الأسباب اللي دايما تخوفنا من أيام حرامي في كي جيتو أنا وكريم عبدالعزيز صديق العمر ده بقى دايما بنخاف من فكرة احنا جبناء كوميديا يعني جبناء فعلا يعني فكريم عبدالعزيز حبيبي ده شخص عظيم يعني قال لي في يوم الأيام أيام حرامي في كي جيتو قال لي بص انت بتخاف من كوميديا وأنا بتخاف من كوميديا تعال نتفق على مبدأ احنا هنصدق قوي ونمثل قوي ونستخبى في الشخصية قوي والله لو دحكنا دحكنا ما دحكناش قدينا متصدقين وفضلنا ماشيين على هذا المبدأ والجندي شجعنا جدا على المبدأ ده ففضلنا ماشيين عليه فطير انت ولا تراجع ولا حد وقفت رجالي فكوميديا الموقف دي أصلا من أغلى أنواع الكوميديا ربي عندنا بقى الفترة اللي جاية تجارب حلو ومحترمة زي تجارب اللي جاية